بصوا جماعة بس عشان مسألة التعدد ومسألة التعدد دوت حاجة مهمة جداً نحن نعرف ان في حاجة اسمها المباح والمتاح يعني ايه فكرة المباح والمتاح؟ في حاجة مباحة لكن هل هي تكون متاحة للكل؟ زي بالظبط مباح للناس تاكل بعض الأطعمة لكن لمرض عندها او لشيء من الأزى ممكن يلحق بها متقدرش تاكل طب لاش؟ فيه أكل وانا مش قادر نفسي تعافه ليس كل مباح يا سادة متاح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام فإذا أراده أكله وإذا لم يرده تركه ففي حاجة اسمها المباح والمتاح فده شيء مهم لازم نفهمه وإحنا بنفهم قضية تعدد الزوجات لان لو ما فيه مناش ده بعض الناس سعين يصرفوا ان ده شيء وده شيء ربنا بيحبه لا ده شيء مباح لكنه قد لا يكون متاح لك أو متاح لغيرك وقد لا يكون متاح في ظرف اقتصاد للمجتمع كله فلازم نفهم الكلام ده في هذا السياق لو ما فيه مناش الكلام ده في هذا السياق هنفضل نتكلم في القضية نتكلم في القضية وإحنا مش عارفين إحنا إيه مشكلتنا مشكلتنا هل ده متاح؟ هو ده السؤال اللي احنا لازم نسأله لنفسنا شكرا